كابتن طاح نوصلنا لآخر حاجة في انت مين عندك ثلاث رسائل الرسالة اللي هتبعثها المين وتقول فيها ايه الرسالة الاولى ممكن رسالة لكات الشاوة غريب بخصوص الانبيات ان انا بقوله يعني اختار عدد اللعيبة اللي هتختارهم كما لو انك هتلعب ست مباريات بتقول بطولة بمعنى لا مجال ان انا اخذ واحد المجاملة لانك هيأثر عليك لو انت استمريت الا اذا كان الواحد فاهم انه هي لعى ثلاث نقطة روح احنا لعبنا ست مباريات فرق تويانا لان كان فيه مجاملات في الاختيار 14 لعيب للأسين وطبعا لعبه ثلاث مباريات في المجموعة بعد كده طبعا بقى تبدل وتعمل بقى اللعيبة ماهيش يعني يا شوئي لا للمجاملات الكلام الكابتن طاح واضحة هو انا بقولها له من خبرة انا ببتموش بالمجامل انا بقولها له من خبرة سابقة انما انا بتهموش بالنواب جامل بس انا بفاهمه انه حصل كذا هتحتاج كل العيب هتحتاج كل العيب هتحتاج كل العيب الرسالة التانية الرسالة التانية للنادي الاهلي لكاتب محمود الخطيب نعم كاتب محمود الخطيب بيكمل رسالات الرؤساء السابقين نعم كل واحد منهم ادل بدلو وعمل كلهم نجحات متفاوتة وعمل شغل كويس وهو نجح الى الان نجح كبير جدا وانا عارف انه هو دايما الموقع ده ببتعلق دايما لمشاكل كثيرة جدا من انتقادات وخصوم وكلام من هذا القبيل لكن هشايف انه هو ماشي بشكل كويس جدا فانا بقوله انه يعني تثبت وكمل وكمل على هذا المنوال الرسالة اخينا بقى انا هطلبها منك للعبيين هتقولهم ايه قبل العشرة اقولهم نمرت واحد لازم تعرفوا ان انتوا هتلعبوا خصم عنيد جدا وما تفتكروش العملية سهلة ولا انتوا راحين نوزها ولا الفريق دا وات مالوش اسم هناخده ايه في غروة ماية لا انتوا مجرد بس بعد ما لعبتوا ماش الأخلاني اللي هو اللعبنا إيه الترجي لعبته ماتش بيراميدس وأنا شايف أنه كنت متأثرين جدا وشايفين نفسكم وفي نفس الوقت ما أقدرتوش المنافس بتاعكم المنافس بتاعكم اللي هو فريق بيراميدس في هذا اليوم ده خسران قبليه مباريات وخارج منه كذا وخارج وكذا فيعني لقى فرصة العمر إن أول مباراة يلعبها مع الأهلي ده شعوره يعني لو لعب فرقة تانية ما هو لعب بعد كده فرقة تانية يتعادل معهم لكن مع الأهلي قال لك دي فرصة عمري وضحقه إنما هو قال لك دي فرصة عمري إن أنا أرجع تاني وأخذ السيقة على حساب الناد الأهلي فرقة الناد الأهلي ما قدرتش هذا الأمر هل ما عدتش إعداد نفسي قبل المباراة كويس؟ ما تتعادوش وأنا قلت دا على الكرة قلت دي إن اللعيبة ما قدرتش بتاع الفريق المنافس وده لقى فرصة عمره إنه هي العبد الده الأهلي واللي بيعمل حاجة مع النتلة بيكبر طبعا نتيجة بيكبر طبعا هما ما قدرتش دي بدليل إن هذا العمل بان في كل خطوة إنك إنت ضايع في أول ديئتين جول وإنك إنت ضايع فينال فيش تركيز بابا ما قلت ديئتين جول وبعدين تيجي في أخ خمسة وإنت كذبان واحد يباصي غلط والتاني اللي شعر فيه كل دا يباين على إنه يباين على إن الفريق دا ما كانش معد ذهنيا كويس ودي دعيب في اللعيبة قبل اللعيب مش صغيرين قبل أكبار ما يجيبش يتصرب إليهم هذا الأمر منخيرك تحت نعم ولازم تعرف إنك للفريق اللي هتلعبه أصعب مئة مرة من الترجي الترجي بلعبك ومفتوح وعندك فرص ومساحات وتقدر تعمل لكن إنت هتلعب فرقة أفلة على طبول مضلمة متفائل يا كابتن؟ أنا متفائل طول ما اللعيبة بتقدي بالشكل اللي أنا بطلبه إن شاء الله اللعبه روح عالية جدا ولازم يحطوا في نفسهم إنهم هم مش أعلى من الفريق اللي يدناك لأ هكافح وألعب بشكل كويس أبا